ثم جرى بعد ذلك التوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ومشروعات الاستثمار والتعاون الثنائي بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية وقعها عدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين وهي اتفاقية التعاون في النقل البحري بين الحكومتين الصينية والسعودية مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في جمهورية الصين الشعبية بشأن دفع المشاريع ذات الأولوية للتعاون في الطاقة الانتاجية والاستثمار المجموعة الثانية مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة الصينية ووزارة التجارة والاستثمار بالمملكة بشأن تشكيل فريق العمل لتيسير التجارة اتفاقية القرض الحكومي بين الصندوق السعودي للتنمية ووزارة المالية الصينية بشأن تشييد وتجهيز ثلاثة مستشفيات في مدينة يامبيان بمقاطعة جيلين اتفاقية القرض الحكومي بين صندوق السعودي للتنمية ووزارة المالية الصينية بشأن إعادة تشييد وتأهيل المناطق المتأثرة بالزلزال في مدن ياءان وباوشينغ ولوشان بمقاطعة سيتشوان اتفاقية بين وزارة الداخلية بالمملكة ووزارة الأمن العام الصينية بشأن التعاون في مكافحة الجرائم الإلكترونية مذكرة تفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة والهيئة الوطنية الصينية للطاقة بشأن الاستثمار في الطاقة المتجددة محضر الاجتماع بشأن التعاون في مكافحة الإرهاب بين رئاسة أمن الدولة بالمملكة ووزارة الأمن العام الصينية مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية والهيئة الوطنية الصينية لحقوق الملكية الفكرية بشأن التعاون في مجال حقوق الملكية الفكرية مذكرة تفاهم بشأن المشاركة في الاستثمار في مجموعة مشاريع للطاقة المتجددة اتفاقية تعاون لاستحواذ شركة أرامكو على 9% من مشروع جي جيانغ للبتروكيمويات لإنتاج منتجات تكرير ويثلين وبار إزلين اتفاقية بين شركة أرامكو السعودية وشركة شمال الصين الصناعية تورينكو وشركة شينتشينغ الاستثمارية لمدينة بانشين بمقاطعة ليوينج بشأن تأسيس شركة مشتركة للصناعة الكيميائية الدقيقة وأهندسة المواد